دكتور كرام يعني عايز ابدأ معاك بالاحداث الحالية واللي هو فيما يخص طبعا اللي بيحصل داخل نادي الزمالك اداريا وانت عندك خبرات ادارية هل فعلا التغييرات الادارية ديت ليه هدور في خروج نادي الزمالك من كاس مصر ولا في رأي تاني بيقولك ان في نادي الزمالك اللعيبة والاهلي دول بياخدوا ملايين فبالتالي مش من المفترض ان هما يتأثروا برحيل اي مسؤول هو طبعا المفروض ان ما بقاش فيه تأثير لرحيل اي مسؤول بس احنا احنا شعب عاطفي يمكن ده نختلف عن بقية دول العالم في النقطة دي وما نقدرش نتجهلها ويمكن يعني كنت لسه انا بتكلم معاك الشريط مثلا اللي عمله امير مرتضى وهو يودع اللعيبة اثر في كل الناس بصرف النظر على انتماءاتهم الرياضية سواء زمالكوية او مش زمالكوية بلا شك ده برضو اثر في اللعيبة بس انا كنت متخيل انه هو هيأثر ايجابي اكتر ما يأثر سلبي ان يكون هما حريصين اكتر على المحافظة على اسم نادي زمالك وعلى الفوز والوصول الى نهائي الكاس وان هما يحصلوا عليه لكن احنا خلينا نكون مختنعين تماما ان الكرة القدم فيها توفيق كتير وان التوفيق بيلعب دوره في جميع المباريات مباريات سواء في مصر او حتى في الدورة الانجليزي احنا بنشوف مباريات ساعات يعني ليفربوليت غالب سبع اتنين من استون فيلا خمس اربع او خمس اهداف جنب اخطاء مدافعين فالتوفيق بيلعب دور كبير احنا ما نقدرش نلوم او يعني يبقى اللوم على اللاعبين لكن بلا شك ان اي تغيير بيبقى ليه تأثيره فاتمنى ان الامور تستقر لان طبعا المشتر المرتضى منصور عمل طفرة طفرة في نادي الزمالك سواء في البطولات سواء في الانشاءات ويمكن انا من اكتر الحاجات اللي بقول ان المشتر المرتضى عملها هو ومجلس ادارته ان هو قدر يسيطر على الالتراز بتاع جماهير نادي الزمالك وهو يمكن رئيس النادي الوحيد اللي قدر انه هو يصل لهذا المستوى من المعاملة او انه هو ازاي امتص يعني الشباب بيبقى عنده نوع من الحماس هو قدر انه هو الكلام ده يسيطر عليه طيب لو الدكتور كرام كردي موجود رئيس لنادي الزمالك دلوقتي تقعد باتشيكو ولا تمسيه لا طبعا اقعد باتشيكو ومعاملش اللجانة الكتير اللي هم عاملين يعملوها يعني اللجنة مؤقتة لجنة الحكم طبعا انا ضد الكلام ده هي اللي بتدينا زمالك اللجنة المؤقتة برأس ويمكن احنا هنا في مصر دايما كان يقولك عاوز تبوص حاجة عمل لها لجنة فلا انت جيب لجنة وديها صلاحيات وبما ان اللجنة دي انت مقتنع بالناس اللي تم اختيارهم وهم بلا شك ناس محترمين وكلهم في مناصب رفيعة اعتقد انه هو كان ممكن بعد كده يبقى فيه واحد مسؤول عن الكورة في مثلا الالعاب الاخرى حد تجيبه للنشاط الرياضي لان ده من الكورة بتبقى لوحدها او الفريل او بيبقى لوحده لكن لجنة حكماء ولجنة مؤقتة وعاوزين يضموا ناس لللجنة مؤقتة وبعدين مدير كورة وبعدين مشرف على الكورة صلاحيات كتير انا شايف ان ده يعني بداية انا مش مرتاح لها مش مرتاح لها مش مرتاح لها